اشتركوا في القناة وطالبات في ارتقاء مملكة البحرين في مختلف المجالات محليا واقليميا ودوليا بروح أبوية وبنصح وتوجيه ورعاية قائد يتجلى دعم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه للعملية التعليمية من خلال كلمات وخطابات جلالته السامية وكان أيده الله حريص على دعم وتحفيز أبنائه وبناته الطلبة في مختلف الأوقات وشهد عهده الزاهر نهضة تعليمية انعكست على مخرجات التعليم البحريني وكانت كلمة جلالة الملك مؤخرا شعلة للتحفيز والإنجاز خدمة لهذا الوطن الغالي لتحقيق أفضل المخرجات التعليمية المؤكبات لمستجدات سوق العمل والإعداد الطلبة علميا وسلوكيا وقيميا وتعزيز انتمائهم الوطني ويحظى الطلبة بمملكة البحرين بدعم ملكي سام من أجل تحقيق أهدافهم الوطنية في النجاح والتفوق ورفع اسم البحرين عالميا فالطلبة في المراحل الدراسية الأولى هم الأساس لمخرجات العملية التعليمية التي سوف تلتحق مستقبلا في الجامعات والمدارس البحرينية بحد ذاتها تحرص فيها وزارة التربية والتعليم على الارتقاء بالمخرجات من خلال العديد من القرارات والإجراءات التي هدفت بشكل عام إلى تحقيق تطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في خلق جيل مثقف وواعن كلمة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أكدت دعم جلالته للدراسة الجامعية كمكملة لما بعد المدرسة إذ أن جلالة الملك المعظم كان دائما داعما ومحفزا في مختلف المحافل لأبنائه وبناته في الجامعات بالمنطلق ثقته بأن أبناء البحرين هم من يرفعون اسم البحرين وهم المكون الرئيسي لكافة القوى البشرية التي تنهض بمختلف القطاعات الوطنية فمخرجات الجامعات البحرينية هي الرافض لسوق العمل البحريني وهي المساهمة في ارتقاء مملكة البحرين في مختلف المجالات إقليميا ومحليا ودوليا ترجمة نانسي قنقر